اشتركوا في القناة واسوان ماتش مهم ثلاث نقطة مهمة لازم نستغل الماتش ده عشان نرجع لروح الانتصارات من جديد بعد التعادل مع الانتاج الحربي في الجولة اللي فاتت وكمان روبة مهمة لمباراة القمة بين الاهلي وزمالك بإذن الله نكون احنا الفايزين بقى وخلاص نقرب من حسم لقب الجولة ان شاء الله والحقيقة سارة انا بيتهيق لي بشكل كبير جدا وبعيدة لحسبات الورع والقلم فرقة النادي الاهلي بتبص دلوقتي لكل مباراة تركيز واهتمام شديد جدا بصرف النظر عن اسم المنافس وبصرف النظر عن اسم البطولة حتى صحيح فيه يمكن تركيز واهتمام كبير جدا من الجمهور ومن الإدارة ومن الجهاز الفني ومن اللاعبين نفسهم على بطولة أفريقيا لكن انا بيتهيق لانه كل مباراة النهاردة بتدخلها الفرقة وبيدخلها فريق النادي الاهلي هي مباراة في غاية الاهمية برضو مرة تانية بكار بصرف النظر على الحمال مع كامل التقدير طبعا والاحترام لفرقة أسوان انا بيتهيقلي النهاردة انه جمهور النادي الاهلي وهو بيستنى الماتش مش شاغل باله قوي بالتلات نقط يعني مش يعني يكاد يكون مع كامل التقدير والاحترام لفرقة أسوان يكاد يكون الجمهور النادي الاهلي حاطت التلات نقط في جيبه لكن كل حاجة في الملعب وردة احنا تعلمنا الحقيقة وشفنا اسبوع قاسي جدا في دوري أبطال أوروبا لكن انا بتكلم بحسابات الورقة والقلم يهمه جدا 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 يتطمن على فرقته المفروض انه كيرف بتاعها هيطلع بشكل تدريجي اه حصل كابوة في ماتش الانتاج وارد انها تحصل المهم جدا انه النهاردة نشوف في الملعب اولا التشكيل اللي هبتدي بيه مستر ريني فيلر مطلوب او يمكن الجزئة المهمة في الملعب يا سارة هي فكرة ناحية الهجومية الحلول اللي ممكن احنا خصوصا مع فكرة تكتلات الدفاعية اللي بتلجأ ليها معظم الفرق اللي بتواجه نادي الاهلي ازاي يبقى فيه تنوع فيه الاختراقات ازاي نستغل الاطراف بشكل امثل ازاي خط النص يسند ويكمل مع خط الهجوم كل التبديل والتوفيق الممكنة داخل المستطيل الاخدر ده الشغل الشاغل لجمهور بتاع نادي الاهلي مهم جدا انه كل ماتش يقدمه الفريق يبقى رسالة طمأنة لجمهور النادي انه القادم افضل وانه القادم احسن وانه الاهلي بيتطور على كل المستويات مدركين تماما وبنأكد مرة تانية اعتقد دي نقطة مفهومة عند الجمهور انه احنا الفريق مر بحالة استثنائية فترة توقف طويلة جدا بالتأكيد اثرت على مستويات اللاعبين خصوصا البدني منها ولو كنا الحقيقة ما لاحزناش ده قوي في المباراتين الوديتين الاهلي اللاعبوا لكن منتظرين بقى على المستوى الرسمي انه الكيرف يبتدي يعلى بشكل تدريجي والنهاردة الاهلي بيلعب بقى ريحية ما فيش حالة الضغط النفسي ما فيش فكرة الصراع على النقطة اللي بتأثر بالتأكيد على مستوى اللاعبين بيبقى فيه حالة توتر بيبقى فيه شد عصر بيبقى فيه خوف شديد جدا على كل نقطة احنا ملعبا النهاردة فيقى ريحية واعتقد ده يدي مساحة اكتر من اللاعبة والجهاز انه هم يلعبوا ملتهى علي الحالة وده بايلة قالوا يا أحمد انه بنتعلم الأخطاء أخطاء مثلا مبارات الانتاج الحربي احنا نتعلم منها وانه يعني الفريق يبقى فيتصعد مستمر مع كل مباراة كمان عجبني لما حمد فاتحي قال احنا بنلعب مباراة الدوري كأنها مباراة كؤوس احنا مش عايزين نخسر ولا ماتش ومش عايزين نفرط في ولا نقطة وهي دي الروح اللي محتاجها جمهور النادي الأهلي من فريق الأهلي زي ما انت قلت الدوري مهم جدا زي ما أفريقيا مهم جدا السؤال مش بالنسبة لجمهور احنا كان موجة نظر جمهور ان كان لي يعني او قطاع عريض جدا من جمهور السؤال مش هنكسب ولا لا هو السؤال هنكسب ازاي يعني انتي ممكن تكسبي وانتي مقدم عرض باهت وانتي بتطلعي بعد المطش على ما تستفهم كتير جدا للناس تقول اه احنا المطش اللي جاي عندنا الزمالك هنعمليه في مطش الزمالك وربنا يسر في بطولة أفريقيا لكن هو السؤال انتي هتلعبي ازاي يعني جزئية لسكور والتلات نقطة دول كافة مهمة جدا ما حدش يقلل من أهميتها لكن في نفس الوقت الاهم ازاي هتقدمي التسعين ديها ازاي هتظهر او هيظهر شكل الفريق في التسعين ديها اللي يبعت لجمهور الاهلي رسالة تقول انه احنا بنعلى مطش واحنا جايين بشكل قوي وبنحضر نفسنا لمطشات اكتر اهمية واكتر صعوبة قادرين ان احنا ان شاء الله نتخطط احنا عشان كده بنقول ان احنا بنعذر دايما الفريق لو كان فيه اي اخطاء لان كان فيه زي ما انت قلت كده فترة توقف كبيرة طبيعي انه الاداء مش هيرجع مرة واحدة هيبقى التصعودي مع لعب المباريات لكن بعد كده يعني في ماتش زي ماتش الودات في افريقيا احمد ساعتها بقى مش هيبقى فيه مجال يعني للخطأ نتمنى انه ما يكونش فيه اي مجال للخطأ ويكون بقى ساعتها الفريق في احسن صورة ممكنة زي مكتوى قبل فترة التوقف واحسن باذن الله كمان صحيح يعني انا عملك مقارنة سريعة جدا يا صار قبل ما ندخل في تفاصيل اخبارنا ما بين فريق برشلونة اللي خرج من دور التمانية على ايد بان مينخ بصرف نزع عن سكور يعني سيبك من قصة التمانية 2 اه هزيمة ايه لو كل حاجة وفضيحة بالنسبة لبرشلونة وعملها زلزال في الداخل النادي لكن سيبك من سكور دلوقتي برشلونة خرج على ايد بان مينخ والمان سيتي خرج على ايد ليون بس شتان في الاداء وفي مستوى الفرقتين في كل مباراة على حد يعني بتقدريش يعني هزيمة موزلة واداء مهين من برشلونة لكن المان سيتي الحقيقة يعني كرة بتاعت رحيم ستيرلين اللي هي قبل الجنة التانية بتاعة ليون لو جت كان ممكن جدا جدا نشوف النهاردة او نشوف بعد بكرة بان مينخ بلعب مان سيتي فاهمك المان سيتي خرج بكرمتوز ادى اداء ما يستحقش ناس كتير جدا شايف انه ما كانش يستحق يخسر انا اللي بقوله بقى انه احنا مع التلات نقط ومع الفوز في المباراة مهم جدا مستوى الاداء عند اللعيبة وتعالوا انتبع بقى اهم الاخبار المتعلقة باستعدادات الاهلي اللي مقابلة اسوان الاهلي بيدخل موجة اسوان متربع على قمة طبعا بطولة الدوري المنتز برصيد 53 نقطة زي ما حضراتكم عارفين جمعها على مدى 19 جولة بعد محقق الفوز في 17 مباراة واكتفى بالتعادل في مباراتين والاهلي طبعا دلوقتي بيمتلك اقوى خط هجوم في الدوري برصيد 49 هدف وكمان صاحب اقوى خط دفاع لان الشباكو ما استقبلتش غير خمس اهداف لكن اسوان بيدخل المواجهة النهاردة وهو في المركز 13 برصيد 19 نقطة جمعها من 4 انتصارات و7 تعدلات و8 هزيم وليه 21 هدف وعليه 30 هدف الجهاز الفني الاهلي حقيق بقيادة ريني فايلر حرص على استقناف تدريبات الفريق بعد مواجهة الانتاج الحربي زي ما حضراتكم عارفين من غير اي راحة استعدادا لمباراة اسوان وقيمة الاهلي جت كالتالي محمود متولي وياسر ابراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن ووليد سليمان وايمن أشرف وعلي لطفي وآليو ديانج ومحمد الشناوي وعمر السلية وآليو بارجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجائي وجرالد ومحمد هاني وعربي بد ومصطفى شبير تشكيل الاهلي النهاردة المتوقع التشكيل بيشحد عودة سنائي ايمن أشرف وأحمد الشيخ وده طبعا بعد مغيب ايمن عن المطش الأولاني بسبب المطش الأخير يعني بسبب الإيقاف وبالنسبة للشيخ الحمد لله تعافى بشكل كبير جدا من إصابته ومن المتعق عنه النهاردة اللي هيقود خط خط هجوم النادي الأهلي ناجيري جونيور أجائيف حراسة المرمى هيكون محمد الشناوي خط الدفاع هاني الناحية اليمين محمود متولي وأيمن أشرف ومعاهم على ناحية الشمال علولو خط النص هيبقى أليو ديانج ومعاهم عمر السولية ومعاهم قدامهم مجدي أفشا وإحمد الشيخ وجيرالدو وزي ما قلت حقاكم جونيور أجائي احتمال كبير جدا اللي بنقول لحضراتكم ده يعني خلينا نقول إراية في طريق التفكير ميستر فيلر وتحضيراته اللي ماتش أسوان والحقيقة يمكن يعني تاريخ المواجهات بين الأهلي وأسوان يعني أرقام قياسية يعني الحقيقة يعني نتكلم على 18 انتصار بالضبط كده هم لعبوا 19 مرة مع بعض والأهلي كسب منهم 18 مرة بس أسوان قدر أنه يكسب الأهلي في مرة واحدة بس كان في موسم 97-98 هنروح نشوف محضراتكم التقرير ده ونرجع مرة تانية تفوق كاسح للأهلي في تاريخ مواجهاته مع أسوان يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره أسوان في التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدور الممتاز لكرة القدم وتقابل الفريقان قبل هذا اللقاء في 19 مباراة ببطولة الدور العام ويظهر التفوق الكاسح للمارد الأحمر الذي نجح في تحقيق ثمانية عشر انتصارا على حساب أبناء الجنوب في حين حقق ممثل الصعيد المفاجأة بإسقاط الفريق الأحمر في مرة وحيدة كانت بالدور الثاني للمسابقة في موسم 1997-1998 بهدفين نظيفين خلال مواجهة أقيمت على أستاذ القاهرة الدولي ويعتبر أكبر فوز للأهل على حساب أسوان يعود إلى موسم 2002-2003 عندما فاز الشياطين الحمر بخماسية نظيفة عن طريق أحمد صلاح حسني ووليد صلاح الدين وأحمد بلال وردى شحاتة الذي سجل هدفين الأهل نجح في هز شباك أسوان ثلاثاً وأربعين مرة بينما تمكن ممثل الصعيد من زيارة شباك الفريق الأحمر في ثماني مرات حسام حسن هو الهدف التاريخي لمباريات الأهل وأسوان حيث نجح في تسجيل أربعة أهداف لأبناء قلعة الجزيرة في تاريخ مواجهات الفريقين برفقة مؤمن زكريا صاحب الأهداف الأربعة أيضاً ويليهما كل من أحمد بلال ووليد صلاح الدين بثلاثة أهداف المباريات الستة الأولى التي جمعت الفريقين بمصابقة الدور العام لم ينجح خلالها أسوان في زيارة الشباك الأهلي حتى نجح عماد شاكر في تسجيل ثنائية في المواجهة السابعة في مباراة فاز بها الأهلي بالثلاثة طاهر أبو زيد نجم الأهل السابق هو أول من قص شريط الأهداف في مواجهة الفريقين بهدف حسم به فريقه اللقاء أمام أسوان في موسم ألف وتسعمائة وتسعين ألف وتسعمائة وواحد وتسعين أحمد فيليكس وماليكي فونا وسليمان كليبالي وجونيور أجاهي هم الخماسي الإفريقي الوحيد الذي تمكن من التسجيل خلال تاريخ مواجهة الفريقين بواقع أربعة أهداف للأهلي وهدف إفريقي وحيد لأسوان نتمنى مباراة ممتعة للجمهور النهاردة نتمنى من اللعيبة الحقيقة زي ما الجماهيل في الفترة الأخيرة كابتبعت رسائل وده موقف محتاجين نتكلم عنه حقيقة كابتبعت رسائل دعم وتشجيع لكيان الأهلي كله سواء كنت بتكلم على مجلس إدارة سواء كنت بتكلم على فريق الكورة فكرة الدعمة والرسائل اللي بعتها ملايين من محبي وعشاء نادي الأهلي لكيان النادي الأهلي بعتقد أنه منتظرة رد النهاردة في الملعب من نجوم النادي الأهلي اللي بتأكيد على قدر المسئولية وأعتقد أنه رسائل الطمأنة ورسائل الإحساس بالمسئولية إن شاء الله بإذن الله تتجسد النهاردة على مدار 90 دقيقة اللي بنشوفها أو اللي هنشوفها في الملعب إن شاء الله شوفنا على سوشيال ميديا الفترة الأخيرة حالة دعمة مستمرة وحالة تأييد مستمرة وهاشتاج إحنا معاكي أهلي معاكي أهلي طبعا وده أكيد بيبقى محتاجهم جدا متصدر ترند على حالة هاشتاج فعلا وده بيحتاجه فريق النادي الأهلي يا أحمد بشكل كبير يعني إذا كان ده صح ولا غلط مش دير مشكلة بس فعلا اللعيبة بتتابع سوشيال ميديا وبتشوف قراء الناس بتشوف دعمهم وبيفرق معهم الدعم ده جدا مش بتسمعي دايما كتير يعني في مناسبات مثلا فوز ببطولات أو ماتشاط مهمة ما تيجي تشوفي بس انتبيوهات مع العبية يقولك جمهور أهلي نمر واحد صح الكلمة دي الحقيقة ما فيهاش أي قدر من المبالغة الجماهير العظيمة اللي انتوا شايفينها بتشوفوها بترج استادات وبتملى ملاعب الحقيقة سنت حقيقي ودافع صدقوني اللعيبة جوه الملعب لما بتشوف شكل الجمهور صحيح ما فيش مدرجات فيها جماهير دلوقتي لكن فيه احساس انه في ملايين وقفين في ظهر النادي وفيه احساس انه فيه ملايين مستنين مننا كفريق ان احنا نقدم احسن ما عندنا نبسط الناس ونسعدها والاهم ان احنا نطمينها ده في حد ذاته بيخلي اللعيبة الحقيقة يطلعوا احسن ما عندهم وان شاء الله رجالة الاهلي كلهم نجوم يعني كل اللعيب جوه المستطيل اخدر سواء في التشكيل الاساسي او حتى فيه الاحتياط يعدك برة انا متأكد انه نجم من العيار التقيل وقادر على التأثير وقادر دايما في اي لحظة من عمر اي مباراة مهما كانت صعبة انه يعمل اضافة للفريق ما ده بيفرق جدا جمهور النادي الاهلي عن اي جمهور تاني يعني انه دايما بيبقى في ظهر فريق ودايما بيبقى داعم كبير لي دايما بيبقى واقف وراء حتى لو الظروف مش حلوة على الحلوة والمرة معاك الحقيقة يمكن يعني مواقف كتير جدا اثبت فيها النادي الاهلي واي حد الحقيقة من جمهور النادي الاهلي مدرك تماما ما ده ارتبطه بالكيان واحساسه انه جزء اساسي من حياته والاهلي ده حقيقة حياتنا حضراتكم من جديد ولسه تقطية خاصة مستمرة لمباراة الاهلي واسوان في الدوري المصري نروح دلوقتي لمراسلنا فاروق صلاح من فندق اللعيبة فاروق طمنا كده الأجواء عندك ايه كل التحية لك يا صورة كل التحية لأحمد وكل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان من هنا من مقر إقامة فريق النادي الاهلي آخر استعدادات فريق النادي الاهلي لمواجهة فريق أسوان في الجولة العشرين دي الدوري الممتاز محطة من المحطات المهمة في مشوار الفريق النادي الاهلي نحو الدرع رقم 42 نقدر نقول الأجواب بيسود عليها حالة من التركيز حالة من الجدية والهدوء بين اللعبين بعض الأحاديث الجانبية لتجمع ما بين اللعبين وأفراد الجهاز الفني للحث على أهمية الفوز في هذا اللقاء وضرورة اقتناص الثلاث نقاط نقدر نقول كل الأمور والظروف مهيئة جدا للاعبة النادي الاهلي إن شاء الله للاقتناص الثلاث نقاط والفوز على فريق أسوان ومن النقاط المهمة جدا أن اللعبين زي ما تكلمنا بالأمس يا صارة واتكلمت معاك يوم أحمد أن اللعبة لا تتطاق ما فيش أي حديث أو التطرق للقاء الزمالك الجميع بيركز فيه مهمة مباراة أسوان ثم عقب مباراة أسوان نبدأ الاستعداد والتركيز لمباراة الزمالك يعني تقول لنا اليوم مشي زي النهاردة فيه بالنسبة لفعالينادي الاهلي إيه أهم المحطات إنجاز التعبير هل كان في محاضرة صبح يعني أحكينا تفاصيل اليوم بتاع النادي الاهلي قبل المباراة بدقائق يعني يعني خلينا أقول لك تفاصيل اليوم يا أحمد اللعبين تناول اللعبون وجبة الإفطار في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا ثم وجبة الغداء في تمام الساعة الثانية ظهرا كان بعد عقب وجبة الغداء كان فيه بعض الاجتماعات ما بين أفراد الجازي الفني مستر ريني فيلر وديفيد دا سيزا وتوماس للحديث عن اللقاء وزي ما قلنا أن مستر فيلر كان يتفرج على آخر لقائين لفريق أسوان لقاء مصر المقصة لإدر في فريق مصر مقصة يفوز على الأسوان بهدفين مقابل هدف ولقاء الأخير أمام فريق مصر اللي انتبه تعادل الإجابي بدون تعادل الإجابي بهدف لكل الفريق كان مستر فيلر بتحدث مع أفراد الجاز المعاون عن نقاط القوة والضعف وحديث جانبية جمعتنا بين الكابتن سامي أمصان والكابتن سيد عبد الحفيز أيضا الروح اللي شايفينها من اللعبين الكبار وأنا من خلالك يا أحمد ومن خلال قناة الناد الأهلي عايز أشيد بدور اللعبين الكبار وليد سليمان ومحمد الشناوي ورامي ربيعة ولعبت الناد الأهلي اللي بتقدر قيمة ومكانة مش أقول قميس الناد الأهلي فقط لكن قيمة ومكانة جمهوري الناد الأهلي وضرورة إسعاد جماهير الناد الأهلي اللعبين اللي بتحس عن إيه قيمة الناد الأهلي وإن دايما الناد الأهلي في الوقت الصعب ما بيقفش جنبه غير ولاده ودي من النقاط المهمة جدا اللي لازم نشيد بيها من اللعبين الكبار ورحهم الجميلة جدا مع لعبة النادي الأهلي أيضا عمر السلية ومحمود متولي جيرالدو وديانج وبجي ومروان محسن وأحاديث يعني اللي تخلوا من التركيز وأيضا من الدعابة ما بين اللعبين الجميع بيركز الجميع يعني مصمم على ضرورة إسعاد جماهير النادي الأهلي إن شاء الله في محاضرة فنية تكون في تمام الساعة السابعة مساءنا ثم التحرق إلى ملعب المباراة الأستاذ القيرة يكون في تمام الساعة السابعة والربع من هنا من مقر إقامة فريق النادي الأهلي الانطباع العام يعني أنت بالتأكيد بتقرأ كده لغة الجسد زي ما بيقوله الانطباع العام اللي أنت قدرت تأخذه سواء فيما يتعلق بالجهاز الفني وأيضا كمان اللعيبة أنت شايف وشوشهم طريقة كلامهم أعداتهم إيه هم الملامح اللي أنت قدرت ترصدها الناس مجدودة الناس مركزة زيادة عن نزوم ولا الناس مرتاحة وفكة وبتتكلم يعني عايز أفحان برضو إزاي أنت شفت سواء الفريق أو الجهاز الفني يا فاروق يعني أحمد زي ما تكلمنا بالأمس عن المراني الأخير للفريق مش هنقول التركيز الشديد اللي هو بيوصل لمرحلة الألاتاتور لا فيه تركيز فيه إحساس بقيمة المرحلة يعني دي من النقاط المهمة جدا يا أحمد اللي أنا لمسة من اللاعبين الجميع أحس بقيمة المرحلة اللي إحنا موجودين فيها قيمة المبارات أسوان ثم مبارات الزمالك ثم استكمال مشهور الدوري ودوري أبطال إفريقيا مبارات مباراتي الدور النصف النهاء أمام الوداد يعني قيمة اللي أنا أحس بقيمة المرحلة اللي أنا موجود فيها بيوصل نادي الأهلي بيحتفر بواحدة من اللاعبين المشهد دفع فيه كتير قوي قوي يعني دي كانت من احتفالات الأهلي ببرونزية كاس العالم وما عدرار كاس العالم ما برونزية كاس العالم على كل الأحوال خلينا نروح لأحوال خلينا نروح زي ما روحنا مرحب للفندق للفندق اللي فيه يعني محل إقامة النادي الأهلي في معسكره المغرق قبل ماتش أسوان تعالوا نروح لستايد بقى نشوف أخبار في الوقت ده كان الأستاذ بيبقى روح وحياة وهتفات وغنى وجماهير وافتقدنا الحقيقة لحالة دي افتقدنا الكرة من غير جمهور زي الأكل من غير ملح وبهرة صح بيقولوا كده طيب نروح لزميلنا كريم أحمد في الساد القاهرة الملعب الصديف الماتشين أهي دي اللي أطلبه لحضراتكم عليها يعني ناس ممكن تبتدي تلعب كرة عشرين وتلاتين سنة وتبتل كرة ما يعديش عليها الشط ده وناس الحقيقة في الأهلي لعبة موسمين رفعوا دروع وبطولات واحتفلوا بإنجازات وكل التوفيق إن شاء الله الفريق النادي الأهلي كريم مساء الخير كريم أحمد زميلنا في الساد القاهرة ومساء الخير عليك زميلي أحمد ومساء الخير على زميلتي سارة وهاخد من كلامك طبعا زميلي أحمد أكيد بنتمنى يكون كل جمهور النادي الآلي بالتحديد في المدرجات يعني جمهور النادي الآلي بالتحديد ما بيكون متواجد مع فريق النادي الآلي في أي بطولة في دور في بطولة أفريقيا الأمر يكون مختلف بشكل كبير بيدي دافع بشكل كبير جدا لكن عندنا أمل بقى إن شاء الله الفترة اللي جاية جاهة كورونا بقى تنتهي بقى من مصر خالص وتنتهي من العالم كله نبدأ من جديد نشوف في جمهور النادي الآلي خلف الفريق في كل المحافل سواء الأفريقية أو العربية وأيضا كمان المحلية عايز أتكلم معك طبعا كالعادة على الأجواء الخاصة هنا في استاد القاهرة اللي يستقبل مباراة الآلي وأسوان فيها الجولة عشرين من بطولة الدور العام لأمورين الحمد لله يعني بشكل عام عايز أتكلم على الإجراءات الاحترازية للتنظيم كل الأمور دي ماشي بشكل طيب ومميز جدا ممكن أكدت وقولت أن تنظيم النادي الأهلي بيكون مختلف بشكل كبير عن أي تنظيم لأي فرق أخرى يعني ما بنشوف الأعداد المتواجدة بالنسبة للأمن المتواجد توزيعهم في المدرج توزيعهم في الاستاد في الـ VIP المداخل الخاصة باستاد القاهرة الأمر بيكون مطمئن وبيسهل علينا إعلاميا كمان بالنسبة للعمل داخل الاستاد وخارج الاستاد وأيضا كمان بيسهل على اللعبين الد الدخول والخروج الإجراءات هنا متابعة بشكل مميز جدا بنتمنى بقى إن شاء الله بقى الجزء الفني مع مستر ريني فيلر اللي إن شاء الله يكون موفق النهاردة في اختيار التشكيل اللي يخد به مباراة اليوم وعلى ذكر التشكيل أنا عايز أتكلم طبعا من خلالك على التشكيل المتوقع من خلال رؤيتنا لي للتدريبات الأخيرة وتحديدا تدريب الأمس النهاردة نقدر نقول فيه تغيير كبير فيه تشكيل فريق النادي اللي عايز أتكلم معك التشكيل النهاردة في حراسة المرمى الشناوي خط الضهر أحمد فتحي في المنتصف يكون حمدي فتحي وعمر السلية أمامهم أحمد الشيخ وجيرالدو أمامهم أيضا حمد مجدي أفشا وفي الهجوم جونيور أجاية ممكن الناس تقول فيه اختلاف كبير عن المباراة طبعا الانتاج الحربي مباراة أمبي لكن ده الأقرب بشكل كبير بالنسبة ليه تغتياتنا الخاصة لتدريبات فريق النادي الآلي بالنسبة للتدريب الأخير لكن زي ما بنأكد نقول كل اللعيبة جاهزة اللعيبة يمكن الحمد لله زي ما بنقول الأهلي بمن حضر عندنا ثقة كبيرة في كل لع قعبة جاهزة لكن تعرف زميلة أحمد زميلتي الصارة كل مباراة بيكون لها اختيار بيكون لها ظروف بيكون لها تاكتك بشكل كبير جدا بيختاروا الجهاز الفني بيقيدة رينيفايلر لكن إن شاء الله بإذن الله نهاردة يكون المباراة من نصيب النادي الآلي والثلاث نقاط إن شاء الله زميلة أحمد زميلتي الصارة يكون من نصيب النادي الآلي كلمنا أكتر عن الإجراءات الاحترازية يعني بسبب فارس كورونا قبل المباراة ترجمة نانسي قنقر 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 وعن تموحاته بقى في الفوز بالألقاب مع ليفر بول قال إنه هو مش بيدافع عن أي ألقاب مع ليفر كول ولكن بيرغب في أنه هو يتوج بألقاب جديدة ويبدأ الفوز بألقاب جديدة قال كمان إن الفريق بأكمله بيتطلع طبعا للموسم جديد ويرغب في أنه هو يقدم أفضل حاجة عنده وأنه هو يلاحق المنافسين ويلاحق الكور في كل أنحاء الملعب وأنه يكون الفريق مزعج للمنافسين وما يمنح لهمش أي فرصة للمرحل حقيقة أنا بحب يورجين كتوب جدا يا أحمد فكرة مش بس في إنجازاته مع ليفر بول ولا التطويق بدوري الإنجليزي ولا تشامفينز ليج ولا حتى السنة اللي قبلها لما وصل لنهاي قدام ريال مدريد اليوم المشؤوم ده راموس وصلاه لكن الحقيقة الروح اللي بينه وبين اللعيبة مختلفة جدا وروح اللي بينه وبين الجمهور والثقة اللي بينه وبين اللعيبة وبين الجمهور أنا بشوف أن الراجل ده خلق حالة في ليفر بول مميزة جدا يمكن ما شفتهاش مع فرق كتير أو مدربين تطيقين وبنسبة 100% متفق معاكي الراجل ده عنده قدرة كبيرة جدا على القيادة ومهم جدا في منصب المدير الفني أنك يكون عندك قدرة على قيادة فريق خصوصا لما نكلم على فريق مطلوب منه إحراز البطول وليفر بول واحد من أكبر بحكم تاريخ طويل جدا طبعا مش بحكم بس تقلق الفريق في السنوات الأخيرة ولا بحكم أنه مصالح النجم المصري بيلعب فيه لكن حقيقة فريق ليفر بول واحد من الفرقة الكبيرة بيغيب وبيبعد عن البطولات لفترة لكن جماهيره دايما زي جماهير نادي الأهل كده مستنيا منه في كل بطولة بيدخلها أنه هو يفوز بيها وكلوب صاحب بصمة كبيرة جدا وأعتقد أنه التاريخ سيذكر المرحلة التي تولى فيها مسؤولية المدير الفني أو القيادة الفنية ليفر بول لسنوات طويلة لكن فكرة أنه هو يبعد أعتقد أنه قرار صعب جدا يعني خصوصا أنه هو الحقيقة وأنا أعتقد أنه المواسم القادمة أعتقد أنه قدرة ليفر بول على المنافسة على كل بطولات اللي هيدخل فيها كبيرة جدا فبيتهيالي بيبقى صعب قوي أنه الواحد ياخد القرار في قمة توهجه في قمة عطاءه وخصوصا لما يكون مدرب بحجم يورجن كلوك ومناسبة ليفر بول شايف أن صلاح مفروض يمشي خلاص كده من ليفر بول ويجرب تجربة تانية بقى في أسبانيا بتبقى بيبقى قرار صعب جدا وشوفنا الحقيقة لعيبة كتير جدا تقلق يعني مثلا تقلقوا مع الفرقة محدش يقدر ينكر مثلا أنه هازرد مع البلوز كان صاحب أداء راقي جدا ومؤثر جدا والحقيقة كان هو تقريبا لزابط إقاع الفرقة كلها رح هازرد من البلوز لريال مادريد ما شفناش هازرد اللي احنا نعرفه ويسي على كده صفقات كثيرة جدا مع التحول من نادي لنادي مش بالضرورة أنه شوفنا كوتينيو كوتينيو مع ليفر بول كان يعني واحد أضلاع مسلس الرعب زي ما بيقوله اتنقل لبارشتونا راح للبايرن فقط توهجه إلى حد جنيه طب ونمار مع باريس انجرماع زي مع بارشتونا أنا بيتهيالي بيتهيالي أنه نمار من النوع النجوم اللي صعب يعيش في ظل نجم تاني يعني كان صعب قوي تجمعي بين موهبتين بحجم نمار وميسي في فريق واحد فعشان كده دي كانت المساحة لكن مرحلة ما بعد ميسي ممكن جدا نشوف نمار في البارسة مرة تانية وده شيء وارد ومتقع لكن حاليا نمار مع بي ازي والحقيقة ده هيكون خبارنا اللي جاي هنعرض لحضراتكم جزء طبعا مؤتمر الصحفي قبل ساعات من اللقاء المرتقب ما بين فريق تقيل يعني فريق وزن اللعيبة اللي فيه الحقيقة وزن من العارة التقيل نتكلم على كيليا نمبابي بنتكلم على نمار بنتكلم على دراكسلر بنتكلم على فرقة تقيلة جدا في مقابل أو في مواجهة فريق يمكن ما يكونش ليه شعبية قوي على مستوى العالم لكن العروض اللي قدمها الحقيقة في الشامبيونز ليج أو في مسيرتوف في دوري أبطال أوروبا السنة دي تخلي الكفة متساوية إلى حد كبير وتخلي على عشاء الكورة صعوبة كبيرة جدا فهم يتوقع مين منهم يقدر يوصل النهائي توماس توخ المدرد بي اش جي في مؤتمر صحفي قبل ساعات من لقاء ليبزيج مع بي اش جي قال الحقيقة أنه مبابي المطش ده احتمال يبتدي من البداية هو لو تفتكري يا سارة كان في المطش اللي فات دخل كتب ديل وقدر الحقيقة برضو ساعد يعني بشكل كبير جدا في فوز لكن الحقيقة هو أشد بالصناية وقال إنه احتمال كبير جدا في المطش اللي جاي إن شاء الله مبابي يبتدي المباراة من أولها وأشد الحقيقة بالدور اللي بيقوم بي سنائي نمار ومبابي خلينا نشوف جزء من المؤتمر الصحفي ونرجع لحضراتكم على طول كيليان مبابي لعب 30 دقيقة ضد أتلانتا وربما أكثر قليلا لم يعاني من أي مشكلة في قدمه لقد مضت ستة أيام منذ ذلك الحين من المحتمل أن يشارك منذ البداية سوف نرى إذا ما كان في مقدوره أن يلعب لتسعين دقيقة ضد لايبزيج سنرى ونقرر بعد ميران اليوم إذا كان سوف يلعب منذ البداية أو ينزل بديلا خلال المباراة لدينا عدة خيارات نمار ظل قائدا دوما ومنذ ذلك نمار ظل قائدا دوما ومنذ أن توليت تدريب الفريق وهو قائد ربما حدث بعض التغيير في شخصيته كقائد ولكن بالنظر لمقدراته والثقة بالنفس التي يبديها على أرض الملعب والشجاعة إنه يدخل الملعب دوما بهدف تحقيق الأفضل دائما يرغب في إنجاز الأفضل ويملك ذهنية وروحا من الإصرار على تحقيق الفوز هذه هي مميزات القائد وهو يقدم نموذجا مثاليا للتصرف الصحيح على أرض الملعب خلاص ساعة قليلة بتصلنا عن ماتش الأهلي وأصوان بنتمنى الحقيقة نشوف الفريق بشكل رائع النهاردة نتمنى الثلاث نقاط قبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك كل التوفيق لفريق النادي الأهلي كل التوفيق لفريق النادي الأهلي نتمنى عرض النهاردة يكون إلى حد كبير جدا مطمئل لجمهور النادي الأهلي ويعود الأداء اللي ما كانش مرضي بشكل كبير فيه ماتش الإنتاج الحربي كل التوفيق لفريقنا النهاردة وبشكر حضراتكم أنا وصارع على متابعة حلقة النهاردة من السادسة ونقبل حضراتكم بكرة إن شاء الله وحلقة جديدة